موسيقى 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 بالنسبة للخصف هي ورقة 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 موسيقى سأضع كل نام على الزيت سأضع الغرض على اليوم موسيقى تغير راديو روزنا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة أمام محمد شو طبختنا اليوم؟ أهلا وسهلا فيكم مرجعت لكم الجديد بحلقة جديدة وبطبخة طيبة طبختنا اليوم هي ملفوف اللخنة على النار بالنسبة للمقادير اللخنة ملفوفة حجم وسط دبس البندورة رز لحمة توم نعنع سمنة ملح وفلفل أسود وزيت الزيتون وحمض دبس الرمان ومي سأشغل الغاز لأسلق الملفوفة ملفوفة رحضتها هيك بحالة وهلا بعد ما غلت الملفوفة شوي رحقلبها بهالطريقة هاي رح استعمال المعلقة والسكينة بهالطريقة هاي ما بيتكسروا عندك الورقات وهلا هيك استوى ها الورقات سوى انت بتحكميه نظريا اذا استووا معيك ولا لسه انا هيك شفتون استووا رح شيلون وارجع حط هاي الملفوفة بهالطريقة هاي كلها رح اسلقه وهلا بعد ما خلص خسلته وجهسته رح افرموا بهالطريقة هاي رح شيل هذا العض رح افرموه هيك عشان يصير معي سهل اللف رح اعملون كلن بهالطريقة هاي ولا رح اصوي الرز ثلاث مرات اصوله بالماء عشان تروا ما تنشى اللي فيه بهالطريقة هاي انا قدات الرز عقد الملفوفة اللي عندي انتي فيك تحطي اكتر اذا الملفوف اكتر وهلا بعد ما صولت الرز عفت فيه نقوطة مية صغيرة رح حط اللحمة عليها انا اللحم حيض اطلع فلفل مشان ما تخرب لانه شوب وما في براد حطها رح اطلع معلقة ملح رح اطلع بهار مشكل رح اطلع معلقة سمنة لانه اللحمة ما مدهنة كتير رح اطلع دبس دبس البنادورة لالبعض بعمله بخضرة انا رح اطلع بس دبس رح اطلع زيت الزيتون الشكل هاد وهلا رح لو شكلها مع بعضها وهلا رح بلش احشي الورقة تلك في البعض بحشية بخضرة بقدونس ونعناعة وفلي فلي والبعض بحط لها بس هاك بس رز ودبس ولحمة وفلفل رح لفهم كلهم بهالطريق اهل انا قسمتهم كلهم عن نفس القد شا يطلعوا كلهاتهم قد بعضهم وهلا بعد ما خلصت لف الملفوفة رح صف ليمون بقضة تنجرة مشان ما يعلق معي اللخنة لانه انا عبدي اطبخ عن نار ما بحسن بتحكم قوة النار لانه حطب احيانا بتكون النار كتير قوية فهدا الليمون بيمنع انه تلزق بالارض وهلا رح حط صف اللخنة لخنة رح اعملوا بهالطريقه هاي هيك عصروا وطبقوا كله بالطنجرة رح كبسوا هيك منشان ما يفلت معي طويب ورق وهلا هيك كون صفيتوا كله وهلا رح دوب بالدبس وهيك كون دوبت الدبس رح اطلنا معلقة ملح معلقة المعناعة ورح حركها مع بعضها وفضيها على خنة هلا ازا بتحتاج السماء فيك تحطي لها ولا رح دق التوم انا كتات التوم شاي طلع طعم طيبة رح اطلهم رشة ملح احضر المعنى احضر الملح هلا رح دقن هلا هيك دقات التوم رح اطله رح اطله الحمض وهلا رح شغل النار وحاطه هيا كون جهازة النار هاي كون جهازة النار احشغله لك النار اوفر من الغاز للمحشي محشي بشكل عام بتاكل غاز كتير فيذلك يفضل نشغل النار احسن واوفر وهيك اشتغلت النار راح حاطت طنجرة انا عبرها اريد الظرف بشان هيك عبطبخ الطبخات الكبيرة عن النار مثل المحشي اليبرق عن النار ما بيستهلك غاز كتير ترجع بقليك النار اوفر من الغاز لان الغاز ما متوفر وغالي وهلا هيك قبل ما تستوي اللخنة بربع ساعة ستطلق دبس الرمان وهلا هيك اللخنة استويت احشيلها مع النار راح شيل تكتيلة راح فضي المرأة عنها وهلا راح اقلبها بهالشكل هاد موسيقى وهيك بكون خلصت استبت الطبخة صحتين وهنا وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم وتابعونا في الحلقات القادمة تابعونا في حلقة جديدة وطبخة طيبة موسيقى موسيقى تابعونا في حلقة جدية ترى من خلص تلامبلا لو trusted you ارعى شخص g ساعة ساعة كل يوم على الزلت وحتى على كل يوم زيال اليوم